اشتركوا في القناة سواء في الصناعة النفطية أو السياحية أو حتى الخدماتية لكن القذافي الذي افتتح مع العشرات من نظرائه العرب والغربيين الاحتفالات التي ستستمر أسبوعا قد لا يرى النتائج التي يتطلع إليها من الانفتاح الغربي على بلاده والسبب في ذلك مرده إلى الحنق الأمريكي والسياء الأوروبي من الإفراج عن المتهم الليبي في قضية تفجير طائرة بانام فوق الأراضي الاسكتلندية قبل عقدين من الزمن والطريقة التي استقبل بها في بلاده ومع أن ليبيا وبريطانيا نفتا أن يكون الإفراج عن عبد الباصط المجرح قد جاء نتيجة لصفقة بينهما إلا أن بعض المراقب ربط بين توقيع عقد النفطي بين شركة بريطانية مع ليبيا قبل عامين وبين قروج المجرح من السجن لأسباب إنسانية ومن هذا المنطلق تبدد دول الغربية وشركاتها ترددا في تفعيل انفتاحها على الجماهيرية الليبية وحجتها في ذلك عدم الرغبة في التعاون مع نظام لا يزال من وجهة نظرها راعيا لما تصفه بالإرهاب حيدر الخير بي بي سي